في حد في البناتة اتفضلي لو حصل خلاف بين الأب أو الأم مع حد من الأرائب أو المعارف أي موقف الأبناء في حاجة زي كده ولو الأبناء خدوا موقف بمقاطعة الشخص ده هل يثابوا ولا يؤثموا الأب والأم اختلفوا في نروح لجدتنا ولا ما نروحش ولا هم اختلفوا مع بعض واتطلقوا وعملوا كده لا حد فيه مختلف مع الجده مع الخال فيريد أن يقطع صلة الرحم ربنا سبحانه وتعالى شوف سدده وقاربه النبي بيقول كده سدده وقاربه يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله ما فيش داعي إن إحنا نغيظ الشخص المتأثر بحادثة ولا كده إلى آخره إذا كان أب ولا أم نغيظه نقوله على فكر إحنا رايحل الراجل اللي إنت قلتنا ما تروحش على فكرة علشان بس تاخد بالك ونصوت ونجيب نسمع الجيران بالشكاية بتاعتنا دي بالأجزاء ما تتصل بيه في أول رمضان تقولينه كل السنة ونت طيب ما فيهم العيد قولينه كل السنة ونت طيب وخلاص بس لازم معرف أبويا غلطيته أو عايز يعرف أمي غلطيته يعني يبقى الواحد غياظ عنده كيد كده وغيظ ما بلاها الكيد والغيظ ده ما خليها سهلة كده يعني إيه اللي هيحصل لو إن كنتي بريتي بالهدوء والوجه الله إلا لازم نصطدم فدي حاجات ممكن إنها تتحل بالحكمة والحكمة المناسبة وضع الشيء المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب عند الشخص المناسب بالحالة المناسبة وهكذا نعم